أدمن لكل الحسابات وأنا ما عنديش أي حاجة غير الحاجة الوحيدة اللي عرفت رجع عشان أنا اللي عملته وإنستجرام بس لكن الباقي مش عارف أرجعه حتى وقتين هذين فنزل بوست الحفلة بعدها بحوالي ساعتين نزل بوست الاعتزال وبعدها حصل أنه اتصالات كتير قوي لأهلي والناس كتيرة عشان خطر يعرفوا فيه إيه فهو أصلا مش عارفين وأنا مش عارفين أنا أدمن في الصفحة فكتبت أن أنا اعتزلت ولا ما كتبتش يعني أنت ما كتبتيش الرسالة الاعتزال دي خالص ما كتبتهيش لأن أنا أصلا صرف على ألبومي ده فلوس كتير قوي يعني أنا مسور أربع كليبيت وعمل قلب معاشر أغاني عشان خطر أعتزل طب أنا حتى ده أبدأ لمصلحة مين ما أنا المضرورة مدين يعني أنا المضرورة مدين وده شغلي يعني هعمل إيه تاني بس الرسالة فيها تفاصيل كده يعني تحسي يعني يعني وأنا عندي ضغوط نفسية بتعرض لها يعني فيها تفاصيل مش رسالة اعتزلت وخلاص ده فيها آه أنا سبق وقلت ده قبل كده في برديمج يعني طب هو إيه مصلحة حتى ما يعرفنيش لو حد ما يعرفنيش هيكتب كده عادي لأنه قلت ده قبل كده أن أنا بتعرض لضغوطه وأنا تعبته وعايز أرتاح محدش فيه منه السبب بتاع بي هي حياتي الشخصية اللي محدش يعرف عنها حاجة بس دي حقيقة ده الواقع اللي أنا بعيشه وتفسيرك إيه وأطلب يعني أي زنب ارتكبته في هذه المهنة وده برضو مش كلامك خالص أنا لما أطلع أقول كده فمش هتراجع يعني يعني يكيد فيه حد صاحب مصلحة من أن أنا ما اشتغلش الشغلانة دي خالص ترجمة نانسي قنقر